ينضم إلينا من القاهرة أشرف أبو الهول مدير تحرير جريدة الأهرام المصري أهلا بك أستاذ أشرف هناك أحداث متسارعة شهدها اليوم السابق إعلان إسرائيلي للتجهيز لإجلاء عدد يقرب من 100 ألف فلسطيني إلى منطقة المواصي لبدء عملية برية في رفع الفلسطينية لم يلبس ساعات حتى أعلنت حركة حماس أنها توافق على المقترح المصري ما الذي يمكن أن تقول له الأحداث بعد هذه المواقف الربما المتعاكسة بين الطرفين المتحاربين يعني بالتأكيد كل طرف يريد أن يسجل نقطة أخيرة حماس تريد أن تنتهي هذه المواجهة بصورة انتصار إسرائيل تريد أن تنتهي هذه المواجهة بصورة انتصار حماس يعني حاولت تعديل المبادرة بقدر ما تستطيع لكي تقول أنها حصلت على الكثير والكثير من المكاسب للشعب الفلسطيني إسرائيل تريد أن تنهي هذه المواجهة بتصوير الأمر وكأنها كسرت المقاومة الفلسطينية وقضت على القدرات الكبيرة لحماس لذلك ما يحدث الآن هو أنه كل طرف يدرك أنه آن الأوان أن تنتهي هذه المعركة أن تنتهي هذه المواجهة إسرائيل خسرت كثيرا المقاومة الفلسطينية خسرت كثيرا الشعب الفلسطيني خسر أكثر بكثير لأنه هو الذي دفع السمن غاليا ولذلك أعتقد أن حديث إسرائيل أخيرا في الساعات الأخيرة عن أنها ستشارك في المفاوضات ولكن مع استمرار العملية المحدودة التي بدأتها في رفح يشير إلى أنها تدرك تماما حجم الضغوط التي تتعرض لها من سواء الداخل الإسرائيلي من المجتمع الدولي من الولايات المتحدة من الدول الجوار وخاصة مصر وبالتالي هي لا تريد أن توسع الأمور أكثر من ذلك ولكن نتنياهو ما زال يأمل فيه أن يحصل على صورة الانتصار أعتقد أنه استمرار المفاوضات استمرار الوساطة استمرار بحث المبادرة أمر جيد لأن الأمور لم تنهار تماما ما رشح من الإعلام الإسرائيلي خلال الساعتين الماضيتين هو أن العمليات العسكرية التي قامت بها إسرائيل في الساعات الأخيرة في رفح ليست عملية اقتحام بري واسع النطاق لرفح وإنما ربما تريد أن تسيطر على الجانب الفلسطيني من معبر رفح لأنها تعتقد أنه سيطرة حماس على الجانب الفلسطيني من المعبر يجعل بإمكانها أن تشارك في توسيع المساعدات أو السيطرة على جزء منها وهذا ما لا تريده إسرائيل إسرائيل تريد أن تنتهي هذه المواجهة سواء عسكريا أو بالمفاوضات بإخراج حماس من معادلة حكم غزة لكن على ما يبدو سيد أشرف أن كلا الطرفين يستخدم تقريبا نفس الأسلوب هو الذهاب إلى المفاوضات مع الضغط العسكري إسرائيل في حين أنا ترسل وفدا إلى القاهرة أو إلى الدوحة تقوم بقصف رفح التي يهدد أو يقول للمجتمع الدولي أنه سترتكب كارثة إنسانية إذا ما أقدمت على عملية برية أو حتى إن كان قصف لأنه ربما هذه الصورة تظهر بأن القصف عشوائي في شرق رفح في مناطق متاخمة للحدود المصرية وأيضا تقصف المعبر وبالأمس قصفت المناطق اللوجستية لتغزين واستلام المساعدات الإنسانية في حين أن أيضا هناك حركة حماس ترسل وفد للتفاوض في حين أنها تقوم أيضا باستهداف مناطق عسكرية قريبة من كرم أبو سالم وأيضا تقول بأنها ما زالت منتصرة طالما أن إسرائيل لم تستطع أن تعيد المحتجزين مرة أخرى إلا بعملية تفاوض كما حصل في الصفقة الأولى كيف يمكن النظر ما بين هذا الضغط العسكري والتفاوض في آن واحد ما الذي يهدف إليه الطرفان من هذه العملية يعني الحزبة بسيطة جدا هو أنه كل طرف يريد أن يصور لأنصاره أنه انتصر أنه حقق أهدافه لكن الكل يعلم أنه للأسف الشديد هناك سمن باهز دفع منذ السابع من أكتوبر وحتى الآن ومن دفع السمن هو الشعب الفلسطيني إسرائيل ادعت أنه أهدفها هي القضاء على حماس واستعادة الأسرة لكن هذا لم يكن حقيقي كان هدف إسرائيل هو تدمير غزة ودمرت غزة بالفعل ودمرت معظم أنفق غزة ودمرت معظم قدرات غزة وظلت في المرحلة الأخيرة تحاول أن تضقم من قدرات حماس في رفح رغم أنه ما ذكرته عن وجود أربعة كتائب ناشطة وقوة كبيرة وما إلى ذلك يعني الكل يعلم أنه به مبالغة كبيرة حماس من ناحيتها يعني تأثرت بالتضخيم الإعلامي الذي كانت تقوم به بعض القنوات من قدراتها وكيف أنها استطاعت أن تدمر أعداد كبيرة من الدبابات والمضرعات الإسرائيلية وأنها تصدت يعني الغزو الإسرائيلي بشكل كبير والحقيقة أن هذا لم يحدث لأنه قوة فرق الفارق في قوة النيران هائل لصالح إسرائيل ودمرت معظم قدرات حماس ويجب أن نعترف بذلك ويجب أن يكون هناك إدراك أنه أي استمرار لهذه العملية من سيدفع سمنه هو المدنيين الفلسطينيين في جزة هؤلاء المدنيين الذين يعني عاشوا فرحة غامرة عندما تواردت أنباء قبول حماس للتهدئة قبول حماس للصفقة وبالتالي كما أقول أو كما قلت كل طرف يريد أن يوصي الرسالة أنه انتصر في حين أنه يعني إسرائيل لم تحقت نصر كاسح والمقاومة خسرت الكثير ولكن الشعب الفلسطيني خسر الأكثر الحديث الآن أستاذ أشرف يقول داخل إسرائيل بأن الكرة الآن في ملعب نتنياهو للموافقة على هذه الصفقة والوصول إليها لإعادة المحتجزين مرة أخرى برأيك كيف سيتعامل نتنياهو مع هذا الأمر أعتقد أن نتنياهو يجب أن يظل تحت ضغط حتى يتعاطب إيجابية مع المبادرة نتنياهو كان يتمنى أن حماس هي التي ترفض المبادرة وبالتالي يوصل العملية لكن حماس خيبت ظنه عندما أعلنت قبول المبادرة هو الآن يتحجج بأن هذه الصيغة من المبادرة لم تعرض عليه وإنما هي صيغة الوسطاء ولكنه قرر مع ذلك أن يرسل وفدا برئاسة مدير الموساد ديفيد بيرنياع لمناقشة هذه الأفكار نتنياهو يعلم أنه إذا توقفت الحرب الآن ولم يقضي على قادة حماس ولم يقضي على الكتائب الأربعة الذي ظل يتحدث عنها من كتائب حماس في رفح ستكون هذه أيضاً ورقة ضغط من المعارضة عليه هو مدان في كل الأحوال هو مضغوط في كل الأحوال هناك عائلات الرهائن الإسرائيليين التي لا تتوقف عن التظاهر من أجل الإفراج أو قبول إسرائيل بصفقة للإفراج عن أبنائها هناك المعارضة الإسرائيلية التي تتحرك بشكل واسع وغير مصبوك في تاريخ إسرائيل للإطاحة بن تنياهو وكل هذه ضغوط تمارس عليه لكن في المقابل تمارس عليه ضغوط من مصر والولايات المتحدة ودول العالم لعدم المضي قدماً في حرب يعني شهدت مجازل لم يشهد على العالم منذ عشرات الصين ربما تتابع مع هذه الصور أستاذ أشرف للقاطات متدولة لفضل شرطة الاحتلال بالقوة للمظاهرات المطالبة بإبرامي صفقة لتبادل المحتجزين مع حركة حماس والفصال الفلسطينية ويبدو أن هذه الصور تظهر تعامل عنيف مع شرطة الاحتلال مع هذه المجموعات التي تظهر منذ أشهر طويلة من أجل مطالبة الحكومة الإسرائيلية بقبول صفقة لتبادل الأسراء بشكل فوري ومنهم أيضاً من يطالب بإقالة هذه الحكومة التي تسببت في خسائر بين صفوف المحتجزين كذلك أيضاً في صفوف جنود الإسرائيليين الذين راحوا نتيجة للعملية العسكرية في قطاع غزة كذلك أيضاً هناك خسائر على المستوى الاقتصادي والدبلوماسي لإسرائيل نتيجة لهذه الحرب أستاذ أشرف هل يمكن لهذه الاحتجاجات التي تهدد عائلات المحتجزين بأنها ستتسع إذا لم تقبل حكومة نتنياهو بإبرام صفقة لتبادل المحتجزين هل قادرة على الضغط على نتنياهو أم أنه يسير وفقاً لمنهم يدعموا في هذه الحكومة والحديث هنا عن اليمين المتطرف إتمار بن غفير الذي قال له أنه يدرك ما عليه فعله وهنا كان يشير بأنه يطالب نتنياهو بالاستمرار في هذه الحرب والدخول إلى رفع الفلسطينية على حساب المحتجزين يعني أولاً دعني أقول لك أنه تحرقات أسر الرهائن الإسرائيليين في غزة وحدها لا تكفي الإطاحة بنتنياهو بل مجموعة ضغوط هي التي يمكن أن تجبر نتنياهو على وقف هذه الحرب منها هذه التحرقات ومنها الضغوط المصرية والضغوط الأمريكية ومنها ضغوط بقية المعارضة ودعني أقول لك أشياء ربما لا نذكرها كثيراً في إعلامنا هو أنه هناك تكتل لأسر القتل الإسرائيليين في الحرب يطالب باستمرار الحرب يطالب بالانتقام لأبنائهم وهو يقف في المقابل أمام أسر الرهائن الذين يريدون إيقاف الحرب بالإطلاق صراح الرهائن هناك أيضاً اليمين الإسرائيلي فتيان التلال وغيرهم من المنتمين إلى اليمين الإسرائيلي ينظرون إلى أسر الرهائن على أنهم خوانة وأحياناً تحدث اشتباكات بين أسر الرهائن وبين اليمين ويتم الاعتداء على أسر الرهائن لأنهم يعطلون الجيش عن القيام بعمليات عسكرية تحسم المسألة في غزة القضية الرئيسية هو أن نتنياهو تعود على تحمل الضغوط وتعود على التحدي ولكن عندما تتعدد الضغوط من نواحي عديدة وعندما يشعر أنه لن يستطيع أن يكسب هذه المعركة إذا خاضها وحده وإذا اتخذ وحده قرار بالدخول إلى معركة رفح ورفض الصفقة هنا سيضطر نتنياهو لقبول المبادرة وإيقاف هذه الحرب وحتى إذا لم يرضخ في هذه الأيام ويعلن إيقاف هذه الحرب في بداية المبادرة فمن المؤكد أنه عندما تكون هدنة تستمر لما يقرب من أربعة شهور هي مدة المراحل السلاسة لتنفيذ الهدنة هذا يعني أننا عندما نصل إلى شهر أغسطس أو سبتمبر لن يستطيع نتنياهو استئناف القتال لأن أمريكا ستكون قد انخرطت فيه أوج حملاتها الانتخابية أيضا سيكون المجتمع الإسرائيلي قد هدأ قليلا من ناحية الرغبة في الحرب والصقر خاصة مع الرؤية الأكثر اتساعا لكم الخسائر والضحايا في غزة أيضا ستكون المعارضة الإسرائيلية قد أخذت وقتا كافيا للنيل من نتنياهو وربما إجباره على الموافقة على حل الكنيسة أو إجراء انتخابات مبكرة وبالتالي فكما يعني يتوقع الكثير ربما سنعود إلى نقطة الموقف الأمريكي في هذه الصفقة والمفاوضات لأن ربما عليها دور كبير الجانب الأمريكي الذي يقدم مشعدات وربما هناك أخبار تتحدث عن تعليق صفقات أسلحة لإسرائيل لكن فيما تعلق بردود الفعل الإسرائيلية على موافقة حماس على المقترح المصري يقول مسؤول إسرائيلي بأن هذا المقترح يشمل تنازلات لا نوافق عليها كيف الحديث على عدم نوافقة عن هذه المقترحات في حين أنها أرسلت إلى إسرائيل وكان هناك وفض مفاوض واطلع على هذه المقترحات وكان يقول أولا يجب أن نستمع إلى رد من حماس حتى نفكر أو حتى نقوم بالرد من جانبنا لماذا لم يعترضوا أو يقدموا استثارات عن هذه المقترحات في بداية طرحها من الجانب المصري وأيضا بمساعدة من الجانب القطري يعني يجب أن لا ننسى أن هناك طيار يميني متطرف هذا الطيار يمثل نسبة كبيرة جدا من الشارع الإسرائيلي هذا الطيار يعتبر أنه مجرد تجرؤ حماس على القيام بهجوم السابع من أكتوبر يعطي لإسرائيل مبرر للقضاء على الفلسطينيين جميعا وتهجيرهم والقضاء على كل شكل من أشكال المقاومة ولذلك هو دائما يحاول أن يبحث عن مبررات لمواصلة القتال وهو يشعر بالاستياء من الضغط الأمريكي والضغط الدولي والضغط الداخلي وللأسف الشديد هم يكذبون كما يتنفسون وكلنا نرى ما يقوله أشخاص مثل إتامار بن جيفير وبتسل إيل سوموتريتش وغيرهما من المتشددين المتطرفين الذين لم يروا كم الضحايا الذين سقطوا في غزة الذين لم يروا كم الضمار الذي حدث في غزة الذين لم يروا صورة إسرائيل التي تضررت كما لم يحدث منذ إنشاءها عام 48 وكيف أن هناك حركة شبابية عالمية في الجامعات ترفض إسرائيل وكيف أن هناك تحول في اتجاهات الرأي العام العالمي ضد إسرائيل وما زالوا يرون فقط ضرورة الانتقام وضرورة تدمير الفلسطينيين ولذلك هم يعتبرون أن أي وقف الإطلاق النار أي سحب القوات الإسرائيلية خسائر كبيرة رغم أن الخسائر حدثت بالفعل في الجانب الفلسطيني جرفت غزة أزيلت أحياء كاملة أقيمت مناطق عازلة لا يمكن تخيل أنها كان من الممكن أن تحدث هناك محور نتسريم يبلغ عرضه في وسط غزة 2.5 كيلو تستطيع الدبابات أن تتحرك فيه في ثواني فتصل من أقصى شرق غزة إلى أقصى غربها هناك الطريق 749 الذي يأتي جنوب مناطق كانت تعد من معاقل المقاومة هناك تجريف حدث بدءا من بيت حنون وبيت لهيا إلى رفع في الجنوب وبالتالي إسرائيل فعلت كل ما يمكنها أن تفعله في غزة أستاذ أشرف الأممية تتحدث بأن قطاع غزة يحتاج إلى ثمانين عاما من أجل إعادة بناء وهذه ربما من أكبر الكوارث التي شهد هذا القرن أو هذه السنوات حتى منذ سنوات طوال لم تشهد منطقة صغيرة بحجم قطاع غزة هذا الحجم الكبير أو هذا القدر الكبير من الدمر لكن أنتقل معركة إلى الموقف الأمريكي والقراءة في هذا الموقف الذي كان يقول بأن الفصال الفلسطيني هي من تتعنت هي من لا ترغب في الوصول إلى صفقة التبادل كيف سيتعامل الموقف الأمريكي خاصة أن البيت الأبيض يقول بأننا نضرس رد حماس على المقترح المصري كيف سيكون له قدرة على إجبار إسرائيل للموافقة إذا كانت ترى الإدارة الأمريكية بأن هذا المقترح يمكن تطبيقه على الأرض يعني أعتقد أن الجانب الأمريكي شارك في مراحل التفاوض مع حماس خلال الأيام القليلة الماضية كان السيد وليام بيرنز مدير المخابرات المركزية الأمريكية CIA موجوداً انتقل بعدها إلى الدوحة وبالتالي هم يعرفون التفاصيل ويعرفون أن حماس وفقت على ما طلب منها وإن كانت هناك بعض التعديلات في هذه مسائل بسيطة لدرجة أن الأمريكي نفسه تعهد لحماس عندما طلبت أن يكون هناك تعهد بأن تنتهي الحرب بنهاية فترة المراحل التبادل السلاسة الأربعة شهور أمريكا نفسها أبلغت الأوسطاء أنها هي تضمن أن لا تعود إسرائيل للحرب وبالتالي هي تعرف كل صغيرة وكبيرة اليوم حدث الاتصال بين بايدن ونتانياهو استمر أكثر من نصف ساعة عندما جاءت أخبار أنه إسرائيل طلبت من سكان شرق رفح المغادرة في اتجاه المواصي وبالتالي فأعتقد أن الموقف الأمريكي الآن لابد أن يكون متفهما إلى أقصد من أي وقت مضى إلى أن التعند يأتي من نتانياهو وزمرته بين جيبير وسموتريتش ومن ولاهم في الإدارة الإسرائيلية أو في الحكومة الإسرائيلية وبالتالي أعتقد أن الولايات المتحدة عندما تراجع رد حماس ستكون أكثر قدرة على مواصلة الضغوط على نتانياهو نتانياهو حقق أكثر مما أراد في غزة ضمر غزة ضمر بنية المجتمع في غزة كل ما تحدث عنه مسألة كسر حماس ومسألة القضاء على المقاومة ومسألة إطلاق صراح الرهائن هو لم يتم من البداية بإطلاق صراح الرهائن لأنه إذا كان قد تم إطلاق صراح الرهائن في البداية لما كان الإسرائيل مبرر لمواصلة العدوان إذا كان لإسرائيل أم تقتل قادة حماس في البداية فكان سيقال لها لماذا تستكمل العملية العسكرية وبالتالي كان من مصلحة إسرائيل ألا تقتل قادة المقاومة وكان من مصلحتها ألا تحصل على الرهائن أو تقوم بعمليات تبادل الرهائن في وقت مبكر لتنفيذ مخططها بتدمير غزة وتجريفها وهذا التدمير والتجريف الذي كان واضحا منذ اللحظة الأولى عندما بدأ الهجوم البرري بدأ من الشمال إلى الجنوب أي دفع الناس في اتجاه الحدود المصرية وتدمير قطاع غزة منطقة منطقة وحي حي عندما كان الجنود الإسرائيليون يدخلون في مدن وقرى غزة كانوا يبكون في المدينة الوحدة والقرية شهور في هذه الشهور لم يكنوا يحاربوا ولكنهم كانوا يقوموا بعملية هدم ممنهج للشوارع للبيوت تغيرت خريطة قطاع غزة بالكامل كما تقول أستاذ أشرف لم تعد هناك خريطة الغزة غزة خريطتها دمرت للأبد نظهر صور كثيرة لأقمار الاصطناعية تحول قطاع غزة بالكامل نتيجة عمليات التجريف المستمرة التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي وتقوم بعمل حاجز أو قسم أو شمال غزة عن جنوب القطاع ربما هذا ما نجحت فيه إسرائيل بشكل كبير لكن السؤال هنا هل يمكن لنتنياهو أن يضع الإدارة الأمريكية في حرق إذا لم يوافق على هذه المقترحات المصرية لليهودنا وصفقة لتبادل الأصرة والاستمرار في هذه الحرب والدخول إلى رفح الفلسطينية وبالطبع هو يتحدث عن عملية بسيطة محدودة لكن عندما تبدأ العملية كما عهدناها في الشمال وفي وسط يتم بشكل عشوائي وقصف عشوائي حتى لخيام النزحين في المناطق التي تقول إسرائيل بأنها آمنة يعني دعني أقول لك شيء أولا إسرائيل لم تقم بقصف عشوائي كل ما تم كان مخطط له كيف؟ إسرائيل عندما تقصف حي أو تقصف بيت فهي ربما يكون لديها معلومة أن هذا البيت أو هذا الحي يسكن في أحد أفراد المقاومة أو أنه موجود فيه فكانوا يستهدفون الحي بالكامل والبيت بالكامل وكيف أنهم في جبالي على سبيل المثال للوصول إلى السيد أحمد الغندور الرجل الثالث في كتائب القسام قاموا بتدمير ست مربعات سكنية نفس الشيء فعلوه في النصيرات والمغازي عندما أرادوا استهداف مروان عيسى كشفت الصحف الأمريكية أن هناك برنامج زكاء اصطناعي تستعين بإسرائيل يسمى لفندر هذا البرنامج مزود بمعلومات عن حوالي 37 ألف من عناصر المقاومة 30 ألف منهم ينتمون الحماس و7 ألف للجهاد عندما تصل معلومات عن وجود أحد هؤلاء وهؤلاء ليسوا قادة مجرد أفراد عاديين يتم استهداف بيت أو شارع للوصول إلى فرض كان من الممكن أن تستخدم إسرائيل أسلحة زكية للوصول للشخص المستهدف وحده ولكنها نظرا لارتفاع تكلفة الأسلحة الزكية أعطت لنفسها الحق في استخدام القنابل التقليدية والعادية لتدمير بيوت وتدمير أحياء بالكامل لوصول للأفراد عاديين بعضهم ينتمون إلى عناصر حماس العادية وليس عناصر النخبة الذين قاموا بهجوم السابع من أكتوبر وبالتالي إسرائيل تعرف ما تريد في هذه الحرب وضمرت كل شيء وأي شيء وكانت ترسل رسائل للمدنيين الفلسطينيين للأسر الفلسطينية أنه لا تسمحوا بعد ذلك لأيا من أبنائكم أو أقاربكم بالانتماء للمقاومة لأننا سنعاقبكم جميعا وهذا ما يحدث بالفعل في قطاع غزة يتم قصف المنزل بكل من يسكن فيه حتى وإن لم يكن له علاقة بالمقاومة الفلسطينية موقع أكسيوس أستاذ أشرف نقل بأن إسرائيل تحاول السيطرة على الجانب الفلسطيني لمعبر رفح ما الذي يمكن أن يترتب عليه هذه الخطوة خاصة وأن هذه المنطقة الحدودية التي حذرت مصر كثيرا من الاقتراب إليها لأن هذا يتعلق باتفاقيات السلام بينها وبينها إسرائيل ويهدد الأمن القومي المصري أيضا يعني أولا دعني أقول لك أنه محور صلاح الدين الذي يعني تنص عليه اتفاقيات السلام بين مصر وإسرائيل هو عبارة عن شريط حدودي ضيق جدا داخل رفح الفلسطينية ورفح المصرية بطول الحدود 14 كيلو ولكن عرضه عشرات الأمطار وليس مسافة كبيرة ومعبر رفح يعني كانت تربط إسرائيل به اتفاقية سلاسية مع السلطة الفلسطينية ومع الاتحاد الأوروبي وكان من المفترض تبقى لهذه الاتفاقية التي وقعت في عام 2005 مع الانسحاب الإسرائيلي أحد الجانب من القطاع أن يسيطر على الجانب الفلسطيني من المعبر السلطة الفلسطينية لكن إسرائيل تتحجج أن حماس طردت السلطة الفلسطينية حماس سيطرت على المعبر حماس تسير المعبر لمصلحتها سواء بتحصيل أموال درائب وجمارك وغيرها أو أنها تستخدمه لإخراج أو إدخال عناصرها وبالتالي هي دائما وأبدا تحاول تبرير أنها تريد في هذه المرحلة إخراج من تبقى من مسؤول حماس من المعبر هي في الآوين الأخيرة تريد ليس فقط تدمير الجناح العسكري لحماس وإنما أيضا الزراع الإداري الزراع الذي يقوم بتوزيع المساعدات الذي يقوم بإدارة المرافق والخدمات المحلية ويعتبرون أن وجود عناصر لحماس حتى وإن لم يكن هؤلاء العناصر من العسكريين وجودهم في المعبر أو حوله المعبر يساعدهم في السيطرة على شاحنات المساعدات بعد دخولها قطاع غزة والحصول على نسبة منها أو الإشراف على توزيعها ويريدون استهدافها وفي نفس الوقت لا يريدون الاحتكاك بمصر ولا بالقوات المصرية ويحاولون من بعيد بدون الاقتراب أن يمنعوا عناصر حماس من الاقتراب إلى الجانب الفلسطيني من المعبر ويستهدفونهم عن بعد أرجو أن تبقى معي أستاذ أشرف أبو الهول ننوه إلى هذه الأخبار التي كانت تتواطر إلينا خلال الأساعات الماضية حيث أعلن عضو حكومة الحرب لإسرائيلية بيني جانتس أن الفريق المفاوض يواصل دراسة الاقتراح الذي وافقت عليه حماس وضف جانتس أن العملية العسكرية في رفوح الفلسطينية هي جزء لا يتجزأ من الجهود المتواصلة لإعادة المحتجزين في غزة على حد قوله أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو أن مجلس الحرب قرر بالإجماع مواصلة العملية العسكرية في رفوح الفلسطينية لزيادة الضغط على حماس وأكد مكتب نتنياهو أنه على الرغم من أن الاقتراح الأخير الخاص بالهدنة والذي وافقت عليه حماس لا يلبي مطالب إسرائيل فإن تل أبيب سترسل وفدا إلى القاهرة للقاء الوسطى وبحث التوصل إلى صفقة مقبولة تسمح بإطلاق صراح جميع المحتجزين فيما اعتقلت الشرطة الإسرائيلية عددا من المتظاهرين خلال المظاهرات التي تطالب بإبرام صفقة التبادل للإفراج عن المحتجزين واستخدمت الشرطة المياه لتفريق المتظاهرين وتشير هذه اللقطات إلى أعمال العنف التي مرستها الشرطة خلال اعتقال بعض المتظاهرين وفي الأثناء أغلقت عائلات المحتجزين الإسرائيليين شوارع في تل أبيب والقدس وبئر السبع وطالب المتظاهرون حكومة نيتنياهو بالموفقة على صفقة التبادل مع حماس أفادت مرسلتنا بوصيل المظاهرات إلى محيط منزل نيتنياهو للمطالبة بإتمام الصفقة قل المتحدث باسم جيش الاحتلال إن قوات الاحتلال تعمل ضد مواقع لحركة حماس بشكل مركز شرقي رفح الفلسطينية وضاف أن قوات الاحتلال ما زالت تواصل عملياتها في قطاع غزة وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال أشار في وقت سابق إلى أن جميع المقترحات المتعلقة بالمفاوضات من أجل وقف إطلاق النار وإطلاق صراح المحتجزين في غزة يتم دراستها بجدية أهلا بك مرة نخرى أستاذ أشرف أبل هو المدير التحرير جريدة الأهرام المصرية أسأل حضرتك فيما تعلق بهذا التصريح خاص بالمتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيل الذي قال بأن جميع المقترحات يتم دراستها بجدية كم ستستغرق عملية الدراسة؟ هل نتحدث عن أيام، ساعات أم ربما أسابيع؟ أكثر من ذلك وبعد ذلك يتم رفضه لنا العملية العسكرية هي مستمرة في رفع وجميع قطاع غزة وإن لم تكن برية واسعة النطاق يعني أعتقد أن هذه المشاورات التي يتحدثون عنها ستستغرق أيام لو كان بياد نتنياهو لا استغرقت شهوره ولكن لا ننسى أيضا أن هناك في مجلس الحرب الإسرائيلي من يريدون الهدنة وتبادل الأسرة مثل جدي إزين كوت وبيني جانيتس وأيضا يدعامهم قطاع كبير في الشرع الإسرائيلي وخاصة أسر الرهائن الإسرائيليين في نفس الوقت هناك قطاع في الحكومة وزراء متشددين مثل بيتسل إيل سيموتريتش وإيتامار بن جيفير يريدون رفض هذه الأفكار ويريدون مواصلة الحرب لكن أعتقد أن صراع المعسكرين لن يستمر طويلا وخاصة في ظل الضغط الأمريكي والضغط العالمي لأن إسرائيل نفسها تخسر مع استمرار هذه الحرب الولايات المتحدة تخسر كثيرا العالم يتحرك خلال مجلس الأمن وغيره وأعتقد أن الولايات المتحدة ربما إذا رأت أن إسرائيل خرجت عن طوعيها تماما ربما تتغاضى في المرة المقبلة وتمتنع عن التصويت إذا كانت هناك إدانة لإسرائيل وبالتالي يحدث تحول حقيقي لكن حتى الآن كل الأمور مازالت مرتبطة برغبة الرئيس بايدن في حسم هذه المسألة إذا ضغط قليلا ستتغير الأمور كثيرا لكن هنا السؤال يكمل أستاذ أشرف كان يهدد بايدن نتنياهو بأنه يجب حماية المدنيين يجب حماية المنشآت الأممية حماية التواقم الإغاثية التي تعمل في قطاع غزة لكن نتنياهو كان لا يكترث بهذه التهديدات أو المطالبات الأمريكية هل سيوفق عليه هذه المرة أم سيستمر في هذا التعنط والاستمرار لأنه ربما تبعت عندما تحدث في ذكرى المحرقة اليهودية من قبل النازية بقال بأنه سنستمر حتى وإن كنا وحدنا في هذه الحرب ربما يشير إلى إذا كانت أو لم تقف الولايات المتحدة فهو سيستمر في هذه الحرب كيف يمكن قراءة هذا المشهد بهذه الطريقة يعني دعني أقول لك شيء فلنقارن أعداد الشهداء والجرحة الفلسطينيين خلال الأسبوعين أو الثلاثة الأخيرين بما كانت عليه هذه الأعداد منذ شهرين مثلا كنا يوميا نشاهد سقوط ما بين 300 إلى 500 شهيد وما يقرب من 500 أو ألف جريح ضغط الأمريكي والضغط الدولي جعل إسرائيل تقلص من استهداف المدنيين كثيرا لكن مع ذلك ما زال أعداد المدنيين الذين يسقطون كبير يعني نحن نتحدث عن متوسط من 30 إلى 40 مدني يسقطون في الأيام الأخيرة في الأسبوع أو الأسبوعين الأخيرين يسقطون يوميا وهذا ربما كان نتيجة أولا الضغط الأمريكي والضغط العالمي والضغط في مجلس الآمن ثانيا لأنه إسرائيل سحبت معظم قواتها من جزة أعداد الجنود الإسرائيليين في جزة الآن أقل من 7 أو 8 ألاف بعد أن دمرت معظم المدن ومعظم الأحياء وخرجت بدباباتها وبدأت تتمركز في مفارق الطرق وفي الطرق الرئيسية مثل طريق صلاح الدين وطريق الرشيد ودوار الكويت ومنطقة نتساريم وغيرها تعتمد أكبر على التكنولوجيا على الطائرات المسيارة المزودة بصور ومعلومات عن الأفراد والتي تراقب الناس في بيوتهم وفي الشوارع وفي الخيم وتستهدفهم لكن الحرب لا يمكن حسمها أستاذ أشرف من الجو أو باستخدام التكنولوجيا هي تحتاج إلى السيطرة الكاملة على الأرض ووقف هذه العمليات التي تقول بأنها ترغب في إيقافها نهائيا والقضاء على فصائل المقاومة عملية 7 من أكتوبر يعني عفوا أسمح هنا أن أوضح شيء هذا بالفعل ما تقوم به إسرائيل هي لا تريد أن تحسم الحرب سريعا إسرائيل مهدت الأرض في غزة وسحبت معظم قواتها لتقوم بعملية استنزاف طويلة المدى لتقول أنها قادرة على البقاء في غزة سنوات وبالتالي تضغط على المقاومة حتى تستسلم أو تضغط على الناس حتى يضغطوا على المقاومة هذا ما حدث بالفعل عندما أقيمت المناطق الأمنية والمناطق العزلة والمحاور وقسمت المدن مثل خان يونس وغيرها أزيلت أحياء كاملة وشارع كاملة غزة يعني إن كنت لم تراها فكانت هناك مدن ومناطق كاملة لا تستطيع أن تدخل فيها سيارة لأنها مكدسة بالبيوت في كل الاتجاهات إسرائيل عندما دخلت أعادت رسم الخريطة فتحت طرق بإزالة البيوت وغيرها حتى يمكنها أن تدخل بسهولة سأعطيك مثال عندما حاولت إسرائيل في البداية أن تسيطر على مستشفى الشفاء احتاجت إلى أسبوعين أو ثلاث لتصل للمستشفى عندما دخلت إسرائيل مستشفى الشفاء المرة الثانية لم يستغرق الأمر إلا أقل من نصف ساعة لقيت تصل من الحدود إلى المستشفى وبالتالي هي سحبت قوتها بعد أن مهدت الأرض لتقوم بعملية استنزاف لتقول أنها تستطيع أن تبقى طويلا لكن لحصن الحظ أن هناك انتخابات أمريكية تضغط على الأمريكي خاصة مع نجاح وسائل الإعلام في كشف الهمجية الإسرائيلية والتركيز على ما تم اقترافه من جرائم في حق المدنيين في حق الأطفال والنساء في تجويع الناس في غيرها وبالتالي أعتقد أنه يعني هنا أكمل الرد على السؤال السابق الأمريكي إذا أراد أن يعني يتفرغ لانتخابات عليه أن ينهي ملف ما يحدث في غزة لأنه مقتنع أنه إسرائيل فعلت أكثر مما كان يتخيله أحد في غزة كذلك أيضا الضغط داخل الولايات المتحدة الأمريكية أصبح كبيرا بعد ما نراه من احتجاج في الكثير من الجامعات الأمريكية التي تطالب الإدارة بوقف دعم هذه الحرب حتى وإن كانت على مستوى إدارة الجامعات بوقف التعامل مع الجامعات الإسرائيلية السؤال هنا أستاذ أشرف فيما يتعلق برغبة إسرائيل في الدخول إلى رفح الفلسطينية وإجراء عمليات عسكرية برية ما الذي تهدف إليه واقعيا وليس ما تقوم بالترويق له لأنها ربما المناطق التي كانت أكثر تهديدا بالنسبة لإسرائيل في 7 من أكتوبر كانت مناطق الشمال والتي قالت بأنها هي التي تكون مركزا بشكل مكثف لإطلاق الصوريخ للقيام بالهجمات لكن الآن الجنوب ما الهدف منه هل فقط الدخول إليه للقضاء على المقاومة في حين أنها لم تستطع القضاء على المقاومة في الشمال مثلا يعني دعني أقول لك شيء غزة تحت المدينة تحت القطاع شبكة أنفاق كانت تسمى مترو أنفاق غزة تمتد الأقصر من 500 كيلو أنفاق طولية وأنفاق عرضية وممرات ولكن أهم ما فيها هو الأنفاق الاستراتيجية أنفاق للقيادة أنفاق لتصنيع السلاح أنفاق لتخزين السلاح أنفاق مستشفيات أنفاق اختباء وإسرائيل دمرت معظم هذه الأنفاق ولكنها بالتأكيد لا تستطيع أن تدمر 500 كيلو من الأنفاق ولا تستطيع أيضا أن تستخدم ما كانت تأمله في البداية من استخدام الغازات لخنق من بداخل الأنفاق أو غمرها بالمياه لأنه المعلومات كلها كانت تؤكد أنه هناك عدد كبير من الأسرة الرهائل الإسرائيليين موجودين في الأنفاق فكانت إسرائيل تتحجج بهذه الأنفاق وتدخل تهاجم مدينة وتدمرها ثم تدعي أن القادة والرهائن تم سحبهم من أنفاق هذه المدينة إلى مدينة أخرى وهكذا إلى أن نصل إلى الجنوب تكون إسرائيل قد دمرت غزة بالكامل وتقول أنها حاصرت من تبقى في الجنوب هنا ستكون الإشكالية كبيرة جدا لأنها هنا ستركز أقصر في العمليات في رفح لأنها لابد أن تبرهن للعالم أن من لم تستطع أن تصل إليهم في الشمال وصلوا الجنوب لكن هناك حقيقة أيضا يجب أن نذكرها وهي أن هناك أنفاق دفنت على من فيها لا أحد يعرف من الذي قتل بداخلها نتيجة القصف الإسرائيلي يعني الحقيقة أن عدد الشهداء الفلسطينيين أكثر من العدد المعلن بكثير ليس فقط لأن هناك مفقودين تحت الأنقاض يقدرون بـ 8 ألاف ولكن أيضا المعلومات تقول أن هناك ألاف دفنوا في الأنفاق التي دمرت على إسرائيل إذا ما وصل الأمر إلى رفح أن تثبت هل هؤلاء قتلوا في الشمال قتلوا في الجنوب أم أنهم في رفح وبالتالي ستكون عملية رفح هي الأقصر تعقيدا لكن هناك تمهيد في الإعلام الإسرائيلي أن الأمر لن يتوقف على رفح فقط وهناك دعاءات أن إسرائيل لم تدخل برا إلى دير البلح حتى الآن وأنها تحتاج إلى الدخول في دير البلح وإلى منطقة مثلا مثل المغازي وبالتالي سنظل في دائرة لا تنتهي من الاستهدافات والاقتحمات والقتل وما إلى ذلك وهو ما يدعونا للعمل على إنهاء هذه المقتلة الآن قبل جدا لأنه الضحايا في رفح سيكون أقصر بكثير من الضحايا في أي مكان آخر والمستفيد الوحيد هو نتنياهو الذي يريد أن يوصي الرسالة للإسرائيليين أنه رجل قوي وأنه عمل على تدمير حماس والأقصر من ذلك أنه عمل على تدمير جزة حيث كان نتنياهو يوصف لسنوات طويلة على أنه ضعيف ومتخازل وكثيرا ما كنا نسمع لبرمان على سبيل المثال زعيم حزب إسرائيل بيتنا أو نفتالي بينت زعيم حزب البيت اليهودي وحزب يمينة فيما بعدهم يقولوا أنهم انسحبوا من الحكومات المتتالية لنتنياهو لأنه كان متساهلا أمام حماس وأمام الفلسطينيين الآن هو يريد أن يثبت أنه ليس متساهل وأنه سيحقق الأهداف حتى ولو ضمر غزة بالكامل وقتل أهلها جميعا لكن بالنسبة له ربما كما يقول المحللون داخل إسرائيل وليس فقط خارجها بأن اليوم أصبحت حياة نتنياهو مصيره على المحك لذلك هو استمر في هذه الحرب أشكرك على كل هذه التحليلات أستاذ أشرف أبلهول مدير تحليل جريدة الأهرام المصرية شكرا أن جزينا لك